السلام عليكم أيها الشعب الريتزي الكارلتوني المفلس الحزين حياكم الله وبياكم أبشركم فندق الريتز كارلتون اللي حوله الدب الداشر إلى سجن سبع نجوم راح يفتحونها لكم واللي عنده قرش ومحيرة يستجر له غرفة في الريتز ويطيره انتهى مفعول الريتز وما بقى إلا الحير اللي يدفع من المعتقلين أفلح وراح عند عياله مثل متعب ابن عبد الله وأخوانه والعساف وزير المالية السابق واللي ركب رأسه مثل الوليد قالوا الدب الداشر تخسي نخليك في هذا الفندق مكانك الطبيعي في الحير والفلوس اللي نبيها جمعناها طلعنا من وراء ظهوركم حوالي أكثر من مئة مليار دولار وان شاء الله نستخدم هذه الأموال في مكافحة الفساد وإصلاح اليخت سيرين بإذن الله وبناء مصلى فيه فوق السطح عند المسبح عشان نشكر الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصل الوليد ابن طلال ركب رأسه قال أفا أنا الوليد ابن طلال ولد مونة بنت رياض الصلح أنا اللي كنت أبي أرشح نفسي رئيس وزارة لبنان أو ملك في السعودية أخرتها يبتزني ولد العجمية أنا اللي كنت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واعلى ما في خيلك يا داشر اركبة هذا الحدس يا وليد تقوله للملك عبد الله تقوله المتعب ابن عبد الله اما تقوله الولد سلمان الحزم والعزم والضفرات فعز الله ان مكانك اللي يليق بك هو الحير وراح يخلي لك زيارة مرة كل ثلاث اشهر اسوة بالحامد والقحطاني والودعاني وبقية الاصلاحيين حتى لو منتب مصلح اذكركم مرة ثانية يا شعبنا الريتسي الكارلتوني المفلس الحزين مكافحة الفساد انتقائية يعني على ناس دون ناس ما يحتاج اذكركم بالحرامي الصامت واشكاله ومكافحة الفساد هدفها اثنين الاول سياسي قده بالداشر طيار متعب وزير الحرس الوطني وفي نفس الوقت اعلم مكافحة الفساد وبالحجة اللي سواها قال اصطي على الحرس الوطني واصفع الوليد بن طلال وكل الامراء اللي يعارضونني والهدف الثاني اقتصادي الدب الداشر اعطى ابو فانكا فلوس كثيرة وهو بنفسه قام يصرف بالهبل قال من وين بي اطلع بقية الفلوس ما فيه الا الضرائب على هالفقراء وهبشة كبيرة من القطط السمان وهذا هو اللي صار والداشر اخذ اللي يبيه واللي ما اعطى الوليد يتحمل ذنبه اللي ما اعطى الدب الداشر استغر الله يتحمل ذنبه كل اللي يبيه سويه هذا الداشر سواه قال عندنا علي بابا واربعين حرامي علي بابا يبقى علي بابا والاربعين حرامي تبع الحكام السابقين انطيرهم بحجة مكافحة الفساد والمخدرات ونجيب لنا اربعين حرامي جديدين مطيعين لولاة الامر مثل وزير الذبابة الالكتروني ومثل رئيس هيئة الرياضة ولد هذا اللي اسمه تركيال الشيخ ومثل رئيسية الترفيه الخطيب يعني كلها كم شهر ويكتمل طاقم الأربعين حرامي الجديدين وبكذا تكون مكافحة الفساد في محلها على الطريقة السلمانية السمحة أنا عندي نصيحة للوليد بن طلال وأتمنى من أحد أصدقائه أو أخوانه أو أقاربه يوصلها له يوصلها له في الحائر أبي تقولون له اسمع يا وليد بن طلال صحيح أن الناس أغلبها ما تحبك وأنت شايف نفسك لكن خذها من الآخر لا تعطي الداشر ولا هلله لأنك سواء دفعت ولا ما دفعت مكانك في الحائر أو في الإقامة الجبرية مثل ولد عمك الهايف ولد نايف لا تفكر إن قضيتك فلوس بس أنت في راسك حب منطحا وبعدين زي ما يقول الداشر إن عندك أجندة خارجية وتبي تسقط نظام الحكم الشرعي الإسلامي السمح في المملكة وإنك تحرض الشعب على ولاة الأمر صدقني يا وليد إن قصتك كايدة ما أظنها راح تنحل لا بالدفع ولا بالرفع أنت مو مثل الكمخة هذاك اللي اسموه متعبين عبد الله أخذوا الحرس منه ودفعوه فلوس وطلع الداشر ما يخاف من هذا الكمخة ولا حتى من بقية أخوان الكمخة أما أنت في أجندتك التغريبية واضحة للعيان وشراكتك مع مردوخ وغيره جابت إسهال الولد في هذا وصدقني يا الوليد لو أخذوك إلى المحكمة راح تكون تهمك مثل البقية إنك تعطل عجلة التنمية وإن عندك أجندتك خارجية وإنك تسعى للفساد والتغريب من خلال روتانا اللي أخذوها منك أصلا وإنك عميل لإسرائيل وإنك تدعو للخروج على ولاة الأمر وإنك تتآمر ضد مملكة سلمان مع المنظمات الخارجية وتوصل لهم معلومات الغرض منها المساس بأمن البلاد والإفتئاث على ولاة الأمر صدقني راح تشوف يا الوليد إن لوائح الاتهامات ما راح تخرج عن هذا اللي قلته لك ترى كل أبونا حفظنا هذه التهم لو نسيت بعد إنك متهم بغسيل الأموال شاه فوق واقف فوق السطح وقاعد تنشر الفلوس وهي مبللة اسمع يا الوليد نسوانك القدامى شوف لك حل معهم خصوصا الكويتية نائلة الرشيد قلت لك من أول أخلص معها ترى هذه اللي أذيتها وكنت تنظر لها باحتقار ودونية ترى مو بعيد نتشوفها ناشبتني بحلقك ويمكن بعد ترفع عليك هذيك وش اسمها زوجتك لا ما هي بزوجتك الأسبانية ذيك اللي أنت تقول إنك اقتصبتها يمكن ترفع عليك قضية وحتى زوجتك السابقة أميرة الطويل يمكن بعد يحرضها ولي الأمر محمد بن سلمان عليك إنه ترفع عليك قضية وتاخذ نص ثروتك والله تركه شي يصير أنت يا الوليد طيحت قشرة واللي يطيح في يد الداشر أمه داعيت عليه الظاهر إنك أنت أمك وأبوك وأخوانك والشعب المسعود الحزين كل أبوهم داعين عليك أنت بالله وش يمسوي في حياتك يا ولي هذه أعمالك الخيرية ما فاتك ولا بشي ما حد دعا لك من المستبيدين حتى ذليك اللي كنت تاخذ معاريضهم ما دعوا لك كل شريكتك بكبرها سويتها خيرية وأخرتها ربك ما استجاب لك إنه يخلصك من يد هالمجرم الداشر وما ظالمون إلا سيبلى بأظلميه المهم يا وليد بن طلال ما دام أنت خسران خسران شوف لك حل لا تعطي الداشر ولا هلله وتحمل السجن عشان جلدك يصير خشن ترى اللي يبيل حكم لازم يتأود على الصفعات الداشر نفسه هذا كنت أنت وأشكالك تسخرون منه وتحطونه في آخر الصف وإذا كليته قلت له تعالك البعدين هذا دورك الحين أنا ذي عقل افتحمل يا وليد عشان تصير ملك قادم وقادر على مواجهة الصعاب ولله الأمر من قبل ومن بعد فاصل قصير عزيزي المشاهدين ونلقاكم فاعدا قليل اشتركوا في القناة